اعزائي المشاهدين في كل مكان برحب بيكم النهاردة فيديو جديد معايا عن توقعات الابراب انا مريم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني في القناة باللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا انا بكبر بيكم ومعاكم توقعات برج الحمل الاحد 14 مارس 2021 القيادة وقوة الشخصية من السمات المميزة لموليد برج الحمل وهو ما يمكنهم من ادارة اعمالهم بنجاح كبير خاصة مع امتلاكهم الزكاء والجدية والمصابرة التي تجعلهم يصلون لاهدافهم بنجاح كبير يتمتعون بقدر كبير من القدرة على تحمل المواقف الصعبة والتعامل معها فهم اشخاص مبدعين لديهم قدرة كبيرة من الخيال من الصعب ان يسقوا في اي شخص يتمتعون بقدر كبير من الود واللطف مع الاخرين ولذلك يوم جيد يا مولود الحمل فاستغله لتنفيذ ما تريد وبخاصة على الصعيد العملي الذي يشهد تقدما ملموسا فابدأ بالمشاريع واعطي قراراتك اليوم فرأيك يكون مسموع في فترة المساء لديك العديد من البرامج والموعيد فحاول ترتيب موعيدك بنفسك لكي لا يغضب منك احد لانك لن تفي بوعدك عاطفيا الاستقرار العاطفي شرط لنجاح اي علاقة وهذا يقلقك بسبب تصرفات الشريك في المدة الاخيرة فتعاني من شعور بالخوف تجاه العلاقات العاطفية حيث تجد صعوبة في منح ثقتك لاي شخص حاول ان تتغلب على هذه الحالة فهناك اشخاص جديرين بحبك وثقتك فقد عليك منحهم الفرصة مهنيا يصبح التواصل مع المحيط اقل ضغطا ويطرق ظرف يضعك امام اختبار لتكتشف قدرتك على المواجهة وايجاد الحلول المناسبة فانت شخص مجتهد ومسابر وصبور الى اقصى حد وهو ما يساعدك على تحقيق اهدافك حاول فقط ان تبحث عن تطوير مهاراتك حتى تحقق التميز عن اقرانك صحيا خبر مزعج يقلق رحتك ويحرمك النوم ما يسبب لك صداعا مؤلما واضطرابات في المعدة بزلت الكثير من المجهود المضاعف في الفترة الماضية والذي اثر على صحتك العامة هذه الايام خذ وقت قيلولة في اليوم حتى يستعيد جسدك تقطه واخيرا الحياة ليست عادلة ويجب ان تعلم ذلك جيدا بامكانك السير الى الامام لكنك مرتبط بشكل كبير بالماضي الذي يجب عليك ان تنساه تبابا ومعيكم توقعات برج السور الاحد 14 مارس 2021 الصبر والدقة في العمل من اهم الصفات التي تميز مواليد برج السور نادرا ما يصاب بالاحباط لانه يسعى بخطوات سابتة لتحقيق اهدافه والحصول على ما يريد كما انه محب للراحة والخروج والسفر ماذا زال العصفة تهب عليك يا صديق السور لذلك خذ نفسا عميقا قبل تنفيذ اي امر او قبل الكلام لان الخطأ يكون له وقع اكبر على اي يوم اخر المشاكل في العمل لم تعد غريبة عليك وبخاصة في فترة مع بعض الظهر اي في المساء الزم البيت لان خروجك قد يجلب لك مشاكل وبخاصة اذا كان مع الحبيب عاطفيا تغيير مفاجئ في وضعك العاطفي يقلب الامور رأسا على عقب وامر مستجد يمنعك من متابعة مساعيك وقد يضعك شريكك في حيرام في امر مشاعره تجاهك فبعض تصرفاته تظهر لك قيمة والبعض الاخر لا يوحي بذلك عليك التكلم معه بصراحة ووضوح لحسم موقفك حتى تستطيع التحكم في مشاعرك تجاهه اليوم الفترة الماضية تحتاج لحسم بعض الامور ولاغلاق صفحتها وابدأ من جديد استغل عطلة نهاية الاسبوع وازهب مع الحبيب لمكان رومانسي لحل مشاكلك بشأن العاطفة والعمل وايضا تأكد انه يحبك عليك مشاركته ما يقلقك مهنيا عراقي المفاجئة لن تسنيك عن القيام بما تخطط له منذ زمن لكن ترددك في الاقدام يجعلك ضعيف الارادة امام المحيطين بك فكن جريئا وغامر وقد يحدث خطأ اليوم خاصة بالعمل لا تكون مسؤولا عنه حاول تجنب حدوث الأخطاء هذه الفترة لأنك محط أنظار زملائك ويسعون لإبعادك حافظ على مكانتك في العمل التي سعيت كثيرا لخلقها وعلاقتك الصحية برؤسائك في العمل صحيا سابر على الرياضة اليومية التي تقوم بها منذ مدة فهي مفيدة لآلام الظهر تناول كميات كبيرة من المياه للحفاظ على صحة جسدك العام وخاصة كثير الشكوى من الآلام المهدى أو الجانب عليك تجنب الإرهاق وأخذ قصة كافي من النوم للحفاظ على صحتك بجانب ممارسة الرياضة توقعات برج الجوزاء الأحد 14 مارس 2021 يمتاز موليد برج الجوزاء بأنهم مرحون يستطيعون إدخال المرح على من حولهم كما أنهم متقلبون المزاج مما يجعلهم غير مألوفي التصرف وردود أفعالهم غير متوقعة وازدواجية المعايير من أهم ما يميز شخصياتهم وذلك يجعلهم أكثر قدرة على التكيف ما تزال الأمور هادئة من حولك لكن عليك الانتباه جيدا لأن المياه الهادئة هي التي تفرج واستعد إلى مناقشة مع أحد زملائك في العمل في فترة الظهر كما قد تشعر بوحقة صحية في فترة ما بعد الظهر لكنها لن تطول في المساء الوضع العاطفي جيد لكنك تشعر ببعض الكآبة لذلك لا تتفاعل مع من تحب عاطفياً أنت شخص رومانسي بطبعك وتشعر اليوم بسعادة تجعلك جاهز للدخول في علاقة مع الحبيب المنتظر وخوض التجربة معه ولكن عليك أن لا تسج بأن حالة السعادة ستستمر دائماً لذلك كن حريصاً لأنها شيء ينبع من داخلك وليست مستمدة من الآخرين تزعجك الدعوات المتواصلة من الشريك ومن الأفضل مصارحته بذل التهرب من الموضوع مهنياً اتصالاتك ناجحة جداً ما يشعرك بالقوة وتطلق مشروعاً أو تحتفل بجديد أو تلتقي مع من يهمك أمره قد تقع برضو في مأزق في عملك اليوم ولا تستطيع الوصول لحل للمشكلة لا تكن عنيداً فقط اعطي نفسك فرصة للتفكير في الحل الأمثل لتخطيها كما عليك أن لا تعطي انطباعاً لمن حولك أنك متسلط أو عنيد حتى لا يستغله هذا ضدك صحياً تشعر ببعض التعب في العضلات والسبب كسرة الإرهاق والعمل الزائد اعطي لجسدك قسطاً من الراحة قد تكون أرهاقته كثيراً في الفترة الماضية في الإنهماج في العمل والخلافات الأخرى تستطيع إعادة اتباع نظامك الغذاء الصحي وممارسة التمارين يومياً للحصول على صحة أفضل وأخيراً شهدت الفترة الماضية الكثير من الخلافات على المستوى المهني والشخصي مما يجعل طاقتك مهضرة لا تقلق تستطيع حل تلك المشاكل بسهولة ويسر إذا أردت ولكنك مشتت الرأس يمكنك السفر إلى مكان ما وحيداً لوضع خطط خاصة لحل كل مشاكلك السابقة توقعات برج السرطان الأحد 14 مارس 2021 شكلك لا يوحي بالثقة في فترة الصباح لأنك مزاجي اليوم ولا يستطيع أي أحد أن يفهم ما تريد الندم قد يرافقك في الظهر لفرصة أضعتها في العمل أو لمشكلة افتعلتها في المساء تتحسن أمورك العاطفية لكن عليك الحفاظ على لسانك من جرح من تحب ورغم تقلبات مزاجه بين الحين والآخر مما يؤثر بشكل سلبي على علاقته بالآخرين بالإضافة إلى طبع الحد إلا أنه يمتلك طيبة قلب وحب يكفي العالم بأسره وخاصة أفراد عائلته وأصدقائه فهو من العشاق المخلصين لأبعد حد في حبهم ويتصفون بالكرم في مشاعرهم كما أن عاطفتهم الزائدة تجعلهم يتأثرون من أقل كلمة وينعزلون عن العالم عاطفيا الشريك يطالبك بجواب حاسم بشأن طبيعة العلاقة بينكم إلى جانب عدد من الأمور التي تهم الطرفين فكن مرنا في التعاطي معهم لا تنظر للخلف وتعيش على أطلال الماضي لأن ذلك يجعلك تشعر بالحزن واليأس دائما ولا يساعدك على نسيان الماضي لذلك حاولك تطوي هذه الصفحة وتعيش حياتك من جديد مهنيا بإمكانك خوض أي منافسة بنجاح فأنت تتمتع بدعم المسؤولين والزملاء تكون إيجابي التفكير وإنسانيا إلى أبعد حدود وتفتخر بالالتفاف الزملاء حولك حاول أن تتمسك بأفكارك ولا تتنازل عنها مهما كانت الظروف وحاول بقدر الإمكان تحقيقها على أرض الواقع والدفاع عنها ضد أي شخص لكن احذر أن تفعل أي شيء ضد مصلحتك الشخصية أو يجلب لك المشاكل صحيا محاولة الخروج من الشرنقة التي وضعت نفسك فيها تفتح أمامك الترفيه والترويج عن النفس يجب أن تحاول أن تتخلص من الأرق الذي يجعلك لا تستطيع التركيز في حياتك الاجتماعية أو المهنية لذلك عليك أن تنظم مواعيد نومك بشكل يومي ولا تفرض في تناول مشروبات الكافيين التي تجعلك تعاني من الأرق دائما وأخيرا حدوث تغيرات إيجابية في حياتك العطفية التي تجعلك تشعر بالسعادة والتفاؤل مما يؤثر بشكل إيجابي في عملك وحياتك الاجتماعية توقعات برج الأسد الأحد 14 مارس 2021 القوة والحجمة والتسلط والتملك هي من سماتك اليوم فاعرف كيف تستغل كل هذه الأمور في السيطرة على أوضاعك العملية التي تشهد صعوبة وضغط وبخاصة في فترتي الصباح والدهر تتحسن الأمور في المساء لكن عليك بالصبر أثناء جلوسك مع من تحب ولا تستعجل بالقرار في علاقتكما فقوة شخصيتك واعتمادك على ذاتك وثقتك في قدراتك من أهم ما يميز موليد برج الأسد فهو يعتبر صاحب أقوى فعل ورد فعل لذلك يجب على جميع من يتعاملون معه أن يتخذون حذرهم وبالرغم من ذلك فهو يملك قلبا نقيا يحب الجميع ولا يزرع الشر لأحد عطفيا لا تقدم على أي تصرف قد يسيء إلى الشريك فهو حساس ولا يحتمل التشكيك في نياته مع أنها سليمة دائما تعلم جيدا ما تشعر به نحو الحبيب لكن عليك إخفاء مشاعر الغيرة قليلا فقد تؤدي بك إلى الكثير من المشكلات مع شريك حياتك وتجعل المشكلات البسيطة لا يمكن تجاوزها عليك أن تكون متسامحا إذا وقع عليك بعض الظلم اترك الوقت يحل المواقف الصعبة وستجد في الفترة المقبلة نتيجة هذا التسامح وستحصل على كل ما تريد في القريب العاجل مهنيا تماطل في مشروع أو تعاني مماطلة وتبزل جهودا مضاعفة بغيث المحافظة على موقع أو دفع عمل نحو الإنجاز وكونك جات في العمل فذلك لا يمنع أن تبتسم في وجه زملائك حتى لا يأخذون عنك فكرة سيئة لا تبخل بابتسابتك على الآخرين فقد تكون مفتاح لقضاء أعمالك وإنجازها وأنت لا تعلم صحيا أنت إنسان آخر أمام المأكولات الشهية حاول التخفيف منها للحفاظ على سلامة صحتك بسبب بعض الأزمات جعلت لديك حالة من سوء الصحة العامة مما جدت تجعلك تحتاج لنوع من التأهيل النفسي والراحة قم بزيارة طبيب مختص حتى لا يزداد الوضع سوءا توقعات برج العزراء الأحد 14 مارس 2021 يتصف مولود برج العزراء بالعديد من الصفات التي تميزه عن غيره مثل زكاءه الذي يجعله شخصا مميزا دائما يستطيع وضع الخطط التي تساعده على نجاح مشروعه كما يتصف بالحرص على ترتيب كل شيء في حياته الاجتماعية والمهنية كما يتصف بالحكمة والعقل في إدارة أمور حياته كما لا يحب أن يعيش دائما في الأوهام والضغوطات ما زالت ترافقك يا مولود العزراء منذ الصباح الباكر حيث لا تستطيع السيطرة على كم الأعمال الهائل الذي تواجهه وبخاصة في فترة الظهر أما في فترة ما بعد الظهر فتخف الضغوطات علي أما في المساء فعليك بالراحة ولا مانع من الخروج لكي ترفع عن نفسك عاطفيا تعقد علاقة عاطفية واجتماعية مناسبة وقد يكون الحب والعشق على جدوى الاهتماماتك ويمكن أن تقع في الغرام يجب أن تفهم احتياجات الحبيب وتحاول أن تلبيها وتبادل المشاعر الرومانسية حتى تشعر بالاستقرار والسعادة معهم ويتخلص من ظنونه بك ولا ينصد لمن يحاولون إثارة المشاكل بينكم طول الوقت ويجعلونك تفكر في الانفصال مهنياً حدوث تغيرات إيجابية في حياتك المهنية نتيجة حرصك على ترتيب أوراقك وتخطيطك الجيد لمشاريعك ودعم الأخرين لك وامتلاك دائماً الشجاعة لا تستسلم وداوم على المحاولة حتى لو شعرت أن بعض الحواجز تنصف في طريقك فالآخرين ينظرون إليك كقائد تستطيع أن تنجح في حياتك المهنية لكن تحتاج التركيز بعض الوقت ونسيان التجارب الفاشلة التي مررت بها الفترة الماضية وفتح صفحة جديدة مع الحياة حتى تحقق ما كنت تحلم به من سنوات طويلة حتى تشعر بالرضا عن نفسك صحياً لا تكسر من تناول المأكولات على مائدة العشاء بل اختار الخفيف منها والخالي من الزيود والسمن والنشويات يجب أن تحافظ على حالتك الصحية طوال الوقت ولا تسير وراء شهواتك وحاول أن لا تفرد في تناول الأطعمة الدهنية واختار الأطعمة الصحية من الفواكه والخضروات حتى تستفيد من عناصرها الغذائية التي تمد الجسم بالفوائد الصحية المختلفة أنا أكبر بيكم ومعاكم توقعات برج الميزان الأحد 14 مارس 2021 يعتبر موليد برج الميزان من الشخصيات الأكثر قناعة ويحمدون الله دائماً على نعمه في السراء والضراء مما يجعلهم زو شخصية هادئة مهما مرت الظروف من صعاب ومشكلات ولكن لن يصير شيئاً معك اليوم كما ترغب وقد تلاحظ أنك تبدأ نهاراً متعباً بالمشاكل التي تواجهك من الصباح اعتني بصحتك جيداً في الظهر فقد تشعر بتوحق صحي أثر الضوطات التي تؤثر عليك وفي المساء الكآبة والملل يزورانك فيجعلانك حساساً لأي كلمة توجه إليك عاطفياً لا تترك الشريك يفرض رأيه باستمرار فذلك قد يصبح عادة سيئة لديه التعلق بالأشخاص مرهق للغاية خاصة إن كان الحبيب قرر أن يبتعد عنك إذا كنت تحبه حقاً حاول أن تبذل أقصى جهد لك للحفاظ عليه فالحياة بدون حبيب مؤلمة جداً ولكن كن راضياً بقسمة الله لك واعلم أنه لا يمنع عنك شيئاً إلا لحكمة ستعرف في الفترة القادمة قدرتك الكبيرة على الحصول على ما تريد ولكنك تحتاج الكثير من الدعم والثقاب النفس مهنياً لا تحاول استدراج الآخرين إلى الهاوية لأن الأدوار ربما تنقلب ضدك يوماً ما محاولاتك المستميتة للحصول على مكانة كبيرة في عملك تجعلك تظهر بشكل إيجابي أمام رؤساك حاول أن تحافظ على هذه المكانة وأعلم أن إذ لم يحدث تغيير في وضعك ستكون راضياً فالرضى سر السعادة صحياً كن على تواصل دائم مع أصحاب الإختصاص للمراجعة بشأن الحمية التي تتبعها فإن عسر الهضم الذي تعاني منه هذه الفترة ناتج عن عدم تناولك الخضروات وإهمالك لشرب المياه بكميات كبيرة فمن الأفضل راجع طبيبك المختص ولا تحاول أن تأخذ أدوية دون استشارته توقعات برج العقرب الأحد 14 مارس 2021 يتميز مولود برج العقرب بالكثير من الصفات التي تجعلهم شخصيات محبوبة من الجميع فهو يتصف بالشجاعة يتصف بالشجاعة والصلابة خاصة عند مساعدة أصدقائهم أو أحد أفراد عائلتهم فدائما ما تجدهم سندا قويا ويقفون معك ويدافعون عنك في أوقات الشدة وشجاعتهم تؤهلهم لتحمل المسئولية بشكل جيد فهم دائما يواجهون المواقف بقوة ولا يتغربون من المسئولية الملقى على عاطقهم تبدأ بإطلالة مميزة منذ الصباح وتنتقي ثيابك بدكة لكي تبدو بأحلى حلة لأن لديك الكثير من الأعمال التي يجب أن تظهر بها بمظهر لائق الأعمال جيدة اليوم لكن لا تيبس عقلك وتجعل العناد يدمر علاقاتك مع الآخرين في المساء احذر من مناوشات مع الحبيب وبخاصة إذا كنت من مواليد 8 إلى 14 نوفمبر فأنتم الأكثر تأثرا بهذه الظروف عاطفياً اليوم سيكون مريحاً وهادئاً حاول استغلاله لقضاء بعض الوقت الرومانسي مع شريك حياتك توقف عن التفكير في مشاكلك وقضاياك المعلقة واستمتع بالوقت مع شريكك وعائلتك وبعد اليوم ستجد نفسك متحمساً ومليء بالتفاؤل والرضا لكن لا تتهور في مسألة يمكن أن تقودك بعيداً جداً ابتعد عن كل ما يشوه سمعتك لدى الشريك كما أنه الوقت المناسب لنسيان كل ما كان يقرقك في الماضي والتخلص من القضايا المعلقة حتى الوظيفة التي لم تعد تتمتع بها ربما يكون جاء الوقت للتخلي عنها اليوم ستملك الشجاعة لحسم كل المواقف واتخاذ القرارات النهائية وستحصل على المساعدة والمساندة من حولك مهنياً أجواء جميلة وناجحة في الأعمال أو الانتباعات أدعوك إلى مسايرة الظروف إذا تعلق الأمر بشراكة تحتاج إلى الحد من نفقاتك هذه الفترة حيث سيكون دخلك قليل هذا الشهر ربما يكون عليك ترتيب أولوياتك حاول الإجتهاد قليلاً وسيتحسن دخلك في الفترة القادمة صحياً تجني اليوم سمار تعبك وأتعابك لروتين صحي مرهج طوال الفترة الماضية ستحصد نتيجته الآن وستفقد الوزن الذي كنت ترغب فيه فقدانه حاول الانتظام والثبات في الفترة القادمة وستساعدك التمارين الرياضية على تحقيق هدفك المنشود وسيؤثر ذلك إجابياً على صحتك العقلية والجسدية ولكن من الأفضل القيام بين حين وآخر بفحوص روتينية للتأكد من سلامة الجسم مولود برج الكوس يجمع بين الجدية والفكاهة فهو شخص يمتلك نظرية جادة تجاه المستقبل بالإضافة إلى الطموح الذي ليس له حدود ويستخدم الفكاهة لإخفاء ضعفه في كثير من الأحيان له شخصية عصبية صليت اللسان وقت الغضب فيمكنه توجيه الكلمات القاسية لمن حوله الأمر الذي يجعله محدود الأصدقاء يحب السفر واكتشاف ثقافات متنوعة الحظ ما يزال يقف إلى جانبك ويدعمك بكل قوة لذلك عليك بتجريب حظك وبخاصة في مجال العمل والدخول في المغامرات والمراهنات فستنفذ من مشاكل كثيرة وتزهل بكثير من الأمور تحدث أمامك وفي المساء تنتظرك ليلة جميلة جدا وبرامج مفاجأة لم تكن تحسب لها حسابا فاخرج وتمتع ولا تقول لا فشعبيتك في أعلى مستوى لها عاطفيا قد تقع في الغرام إذا كنت خاليا أو تواصل علاقة بدأت في الشهر الماضي لكن هذه المرة المطلوب منك درس خطواتك بدقة كبيرة واستخدامك للكلمات القاسية في التعامل مع شريك حياتك أمر سيء للغاية وسيجعله يفكر في إنهاء هذه العلاقة فالعلاقات العاطفية يجب أن تتحلها بالإحترام والتفاهم قبل الحب لذلك غير من أسلوبك إذا كنت حريصا على استمرار العلاقة سوف تتعرض لحدث كبير قادر على تغيير نمط حياته إلى الأفضل وهو الأمر الذي سينعكس في جميع الأحوال على حالته النفسية مهنياً تستفيد من خبرتك السابقة اليوم لمواجهة بعض المشاكل التي ستواجهك في العمل وهو الأمر الذي سيجعلك تنال سقط مديرك كن ممتناً للتجارب السابقة وحاول استخدام كل خبراتك لإثبات نفسك تحمل المسئولية الملقاة على عاطقة لا ترمي الكرة في ملعب الآخرين بغيث التهرب من المحاسبة فأنت شجاع وقادر على المواجهة ما دمت محقاً صحياً طابع برنامجك الغذائي بانتظام وواظب على ممرسة الرياضة المطلوبة منك لكي تحصل على النتيجة المرجوة فأنك تعاني من التوتر الدائم بسبب عصبيتك الزائدة التي تدفعك نحو التفكير الزائد لذلك حاول أن تكون أكثر هدوءاً في التعامل مع مشكلاتك بدلاً من العصبية الزائدة يمكنك الحصول على راحة بعيداً عن الأجواء المشحونة والضغوطات أكبر بيكم ومعاكم الشخصية القوية والثقة بالنفس أحد أهم السمات التي تميز موليد برج الجدي بالإضافة إلى كونهم شخصيات عملية تقدس العمل فهو طريقهم نحو تحقيق أهدافهم يهتمون كثيراً بالمال فهو وسيلتهم لتأمين مستقبلهم يرتبطون كثيراً بأسرهم مخلصين لشركائهم إلى حد كبير جادون وصادقون مع من حولهم لكنهم انطوائيون إلى حد ما فهم ليسوا من هوات الانفتاح الاجتماعي التغيرات في الموعيد والبرامج هي أكثر المسيطرين عليك اليوم لذلك عليك عدم الشعور بالعصبية والمزاجية للتغيرات التي تحدث حولك الصحة مهمة اليوم فعليك الانتباه لمعدتك وقد تشعر بوجع في الرجلين في فترة المساء عاطفياً تطور ملحوظ على علاقتك مع من تحب فلا تتخذ قرارات ولا تناقش معه بأي شيء يوم عاطفي مميز قد يحمل إليك التغيرات والحسب إجاباً بحسب مبتغاك فأنت شخص يتعامل بعقله في جميع المواقف والظروف لكن لا يجب أن يكون هذا هو نهجك في التعامل مع شريكك حتى لا تتعرض حياتكما للتوتر مهنياً أنت شخص عملي جداً ولا تسمح للعواطف بالسيطرة عليك خاصة في العمل ولكن هذا لا يمنع أن تكون مقدراً للظروف التي قد يمر بها العاملين معك فمراعاة الجوانب الإنسانية مهمة من أجل كسب حب الآخرين لك حقوق لكن عليك واجبات وهذا يوفر لك مزيداً من الاستقرار المستقبلي ويحقق برج الجدي نجاحات كبيرة في عمله ستكون بداية توليه منصب مهم كان يسعى له منذ فترة طويلة ولكن على أن لا يستسلم وينجرف للغرور والإعجاب بالنفس صحياً حاول قدر المستطاع التخفيف من وطأة العمل والاهتمام بالوضع الصحي باستمرار لأنك تعاني من آلام مستمرة في المعدة بسبب الإفراد في تناول الطعام غير الصحي لذلك توقف فوراً عن هذا الأسلوب واتبع نظام غذائي صحي يساعد على تحسين حالتك وإذا تطلب الأمر لا تتردد في سيارة الطبيب توقعات برج الدلو الأحد 14 مارس 2021 التفكير التجاري والتواصل مع الآخرين من أهم ما يميز مواليد برج الدلو فما يستطيعون وضع خطط ناجحة للعمل والقيام بتنفيذها هم اجتماعيون بطبعهم لذلك لديهم الكثير من الأصدقاء الذين يلعبون دوراً مهماً في حياتهم فعليك بالتعبير عما يجول في خاطرك جيداً وكن قوي الشخصية لتواجه هذا النهار الذي يعبك بالأحداث والتطورات لا تدع الأمور تفلت من يديك في فترة الظهر التي تشهد الكثير من الأعمال والموعيد وقد يكون لبعض مواليد الدلو سفر اليوم وبخاصة من مواليد 6 إلى 13 فبراير عاطفياً في المساء عليك تقوية علاقتك مع من تحب لأنك لن تجد الوقت الكافي له عليك أن تكون هادئاً وأكثر رصانة لتتمكن من مواجهة الشريك بحججك المقنعة واليوم أيضاً قد تنكشف أن ما تشعر به تجاه الحبيب وهم لذلك عليك التأكد من مشاعرك إذا كانت حقيقية لمشاركتها معه أو إذا كانت وهم عليك الإبتعاد فوراً تستطيع فعل ذلك لأن الأمر ما زال في البداية صحياً التخفيف من رفع الأحمال السقيلة يريحك من آلام الظهر فتجنب ذلك قدر المستطاع أنت بحالة صحية جيدة اليوم استغل ذلك لأخذ بعض الوقت للتأمل وممارسة اليوجا وسيعود ذلك بفائدة كبيرة على جسمك وصحتك النفسية والبدنية توقعات برج الحوت الأحد 14 مارس 2021 يتميز موليد برج الحوت بقدرتهم على الصبر وتحمل المتاعب فنادراً ما يصيبهم الإحباط واليأس ويزعون بكل ما لديهم لتحقيق أهداف وهو ما يجعلهم مميزون في العمل حيث ينجزون عملهم بإخلاص وضقة متناهية ويحصدون دائماً سكة مدراءهم وبالنسبة لحياتهم الاجتماعية فهم أشخاص محبين للطبيعة والمناظر الخلابة لذلك ينتهزون الفرص دائماً للخروج للطبيعة والسفر عليك بالأمور المالية تهمك اليوم وهي في سلم أولوياتك يا عزيز الحوت لأن وضعك المالي متدهور ومصاريفك في إزدياد هذا الشهر تصل إلى زروتها اليوم عطفياً فترة ما بعض الظهر تتفرغ إلى من تحب لأنك مشتاق إليه جداً وانتبه إلى علاقاتك العائلية فستكون موضع اهتمامك في المساء لكن ليس بالشيء المهم فكسرة العتاب لا تنفع وعليك نسيان الماضي والبدء مجدداً شرط الاستفادة من الماضي وعلاقتك مع شريك حياتك تسير على ما يرام وقد تأخذ خطوة جدية لتأكيد الارتباط به ولكن قبل الالتزام عليك دراسة كل شيء بشكل جيد حتى تستمتع بحياتك أنت وشريكك في المستقبل ربما يكون عليك الاهتمام بشكل خاص بشريك حياتك وينتبك اليوم شعور بالراحة وذلك بسبب إنجازك لمهامك في الوقت المطلوب منك يمكنك التواصل مع الأصدقاء ربما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يمكنك إرسال رسائل قصيرة للإطمئنان عليهم ومعرفة أخبارهم مهنياً يسود الأجواء المزيد من الإيجابية وتختفي الإنفعالات ويسد المنطق في العلاقات اليوم سيمر بطريقة جيدة في العمل ستلقى مساعدة جيدة من زملائك ورؤسائك في العمل وستحصل على دعم كافي ليساعدك في النجاح في وظيفتك وستقدر على إنهاء جميع أعمالك في الوقت المطلوب منك وقد تجد بعض الوقت للخروج مع الأصدقاء في المساء صحياً لا تنفع الأمام أقل الأمور السطحية وافتح نفسك للمزيد من الراحة فحاول الحفاظ على نفسك وتجنب العدوى واستمر في اتخاذ الإجراءات الوقائية التي كنت تتبعها يمكنك تناول الفيتامينات المكملة كنوع من تحسين المناعة وتقوية صحتك سيساعدك نظامك الغذائي على التغلب بعض المشاكل الصحية الصغيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر